اشتركوا في القناة منهضة العنف ضد النساء ظاهرة العنف هي ظاهرة أصبحت اليوم هي واقع أولاً لكن هذا الواقع كان مسكوت عنه لكن اليوم هذا واقع تريد الحكومات والسلطة العمومية أن تنظر لهذا الموضوع أن تعالج هذه الظاهرة وأن يكون العلاج يكون فيه نظرة شمولية فيها الوقاية فيها الحماية فيها الردع للجاني أو لمرتكب العنف وفيها أيضاً التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف مهما كانت أشكال هذا العنف وهكذا يهدف هذا اليوم الدراسي الذي سيجمع فاعلين مؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في مجر الحماية والتصدي للعنف ضد النساء إلى التفكير وتحليل التحديات المطروحة أمام اعتماد إطار قانوني شامل يرمي إلى مناهضة جميع أشكال العنف المغرية كانت صدر مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء هذا المشروع له هذه السنين وفي البرلمان ما زال ما خرش في نفس الوقت تونس صدرات البرلمان التونسي ستم إصدار قانون شامل ما يسمى بقانون شامل الواء غلوبال حول محاربة العنف ضد النساء إذن فكانت الفكرة من طرف المجلس وطني حقوق النساء ومضمت الأمم المتحدة المرأة أنهم يمضموا لقاء يعني دراسي اليوم حول دراسة القوانين أو هي وجهة نظر متقاطعة ما بين المغرب وتونس حول قوانين المحاربة العنف ضد النساء كما سيشكل اللقاء فرصة من أجل تبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات بين المغرب وتونس من أجل تحديد أبرز التحديات وكذلك الممارسة الفضلة للتغلب على الصعوبات من أجل التمكن من اعتماد نصوص قانونية في مستوى التطلوعات